بسم الله الرحمن الرحيم هنبدأ دزيز of the lower GIT فيما عندنا موضوع مهم اللي هو ال idiopathic inflammatory bowel disease idiopathic inflammatory bowel disease عندي نوعين اللي هم ulcerative colitis وkronz disease المراضين دول دي امراض chronic inflammation بيحصل في GIT السبب بتاعه مش معروف ولكن في ناس بي ممكن يبقوا تواميون او viral infection او في عوامل genetic قصة كلها ان تبدأ اللي موجودة في GIT تهاجم البكتيريا فلورا اللي موجودة وبالتالي بيحصل chronic inflammation يؤثر على GIT النوعين اللي عندنا اللي هم ulcerative colitis وال cronz disease الفرق ما بينهم مقارنة دي مهمة جدا ulcerative colitis هو ulcerative inflammation ده بالنسبة لل definition cronz disease ده granulomatis inflammation يبقى اهم نقطة في cronz انه بيعمل granuloma طيب دي النقطة اللي بنبز بال definition بالنسبة للسايت فرق ما بين الاتنين ulcerative colitis لقاله colitis لان هو بيجي في اماكن تانية اه ما بيجيش في اماكن تانية نادرا ما يجي في الترمنال اليام يعني ولكن في الاساس هو بيجي في الكلون بيبدأ في الركطة يعني بيبدأ تحت وبعند بيبدأ يطلع الالتهابات تطلع لفوق ascending retrograde ترجع تطلع لفوق ترجع تأثر على الخولون كله والالتهابات موضفية الالتهابات تبقى diffused كلها دي زيز لا الكرونز دي زيز بيجي في اي مكان في جي اي تي مش مرتبط بقولون ممكن يجي في الكل وهن ممكن يجي في مكن تاني ممكن يجي من اول اول كايفيطي حد لين الكنال آآ الالتهابات بتاعتها تبقى مميزة انها سكيبينج يعني منطقة تبقى ملهتهبة يسيف حتها سليمة وتانية تلتهب وهكذا ده بالنسبة للمكان الفرق التاني عندنا الفرق التالت عندنا في الفرق فيirmBT احنا عندنا قاعد عما قلنا ان اللاسرة في كولايتس قبلally كدا قلنا الالسجات الكولايتس ده سبرفيشيا السطحي وال showccit disease عميق deep الدين الاتهبات فيه تاخد الجدار كله وبالتالي مين اللي الجدار بتاعه هيبقى تخين في gross picture screams floss 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 fine التهبات في الجدار كله في الجدار بينما الASHealth compassionate الجدار مش تخين��� tastes normal تقليدا غالبا يعني اليومن هيبقى اليومن هيبقى اليومن بتاعه بايبد septemursdays absolutely shallow curious hypothetically الكولايتس اليومن بقى fish��� Caucasian ولكن في ال CAL hanging out allow cui답 Depressionποιishment نورمل تاريبا غالبا يعني. اليومن هيبقى اللي هايبقى اللي جضروا تخين هيبقى اليومن بتاعه ديء. يبقى الاقي في في ولكن في بالكبس في يبقى نورمل. مين الالتهابات بتاعتها هتوصل لحد السيروزا والليمفنود formation? distill لأن التهاباته عميقة. يبقى وا hélas outtao. ملتهبة ولكن نادرة ما بحصلوا التهابات او ما بحصلوش التهابات في حالات الطيب. نقطة الأخيرة عندنا في اللي هي مايكوزة. لو قبصينا على الميكوزة من جوه. الاتنين فيهم انفلميشن. ولكن المميز في ان نلقى فيه قرح سطحية مع شوية عملياتي لانجراميشن تيشو فيبروز والكلام ده. يسموها سودو بولب لنها مش بولب حقيقي. مش كورو كافرينج يعني. لا ده شوية بتعمل نوديول صغيرة كأنها سودو بولب. في مميز ان القرح بتاعته عميقة فبشوف في الميكوزة زي شقوق طولية تمام? وما بين الشقوق دي تبقى الميكوزة ملتهبة عالية فتدينها شكل كوبلستون. كوبلستون عاملت زي الزي الطوب زي الحجر. تلاقي الميكوزة ملتهبة عالية. والاطراف بتاعت الحجر اللي هي الشقوق بتاعت القرح اللي هي ده الفرق فيه نبص على الفرق تحت المايكروسكوب ما جمعانه في كلمة تحت المايكروسكوب. من اللي فيه قرح الاتنين ولكن عميقة والالسيرتكوليتس سوبرفيتشل. ال 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 مينفوسايتس والا مين اللي فيه لمحسايته اقدر الاتنين? طب ايه الفرق? في الالتهابات سطحية. يعني واصلة الميكوزة والصب ميكوزة بس. ولكن في كروز يستبقى ترانس ميورن واخدها جدار كله. طب السي كريبت ابسس. يعني ايه كريبت ابسس? يعني بيلاقي الكريبت اللي موجودة في القولون جواه نتروفيل وباس سلز وانفلاماتري سلز. موجودة في الاتنين. موجودة اتنين بيجي في الكولن. وبيحصل الاتهابات ده بشوف الاتهابات في الاتنين في الكولن. ولكن بيبقى في الالتهابات بامور كمان. لما يحصل اتهابات مزمنة اكيد ابثيلم ده بيبدأ يتغير يحصل في ضمور او يحصل في ميتابليزيا يحصل في ديسبلزيا والكلام ده بيحصل في الاتنين. الار ديوزد جوبلت سلز. جوبلت سلز يرى خلال اللي بتفرز ميوسين اللي موجودة في الكولن او موجودة في الانتستان. دي لما بيحصل الاتهابات مزمنة افرازات الميوسين بتبدأ تزيد فمع الوقت يحصل استهلاك للميوسين ده فبصنا عالكولامدر سيلز قالقيها فاضي ما فياش ميوسين يبقى موجود في الاتنين او جبلت سيل ديبليشن الاس اهم النقطة عندنا ساركويد لايك جرانيولومة مين اللي فيه جرانيولومة شبه الساركويدوزز كلام ده قلنا فين في الكورنز ديز لانه جرانيولومتس ده بالنسبة لمايكروسكوبك هي الكمبيكيشن بتاعت الالسر موجودة في الاتنين يعني ساكندري انفكشن وفايبروز برفوريشن والكلام ده ولكن مين بيحصل له تلايف ويقفل اكتر اتضيق مين اتضيق طب مين اللي بعمل برفوريشن يعمل فستولة اكتر العميق مين العميق لانه قرحه عميقة اللي هو كورنز ديز برضه فبلاقي الستينوزز والبرفوريشن كمن في الكورنز ديز ونادرا ما يحصل في الاسير في بعض المشاكل اكسترا انستانيلا بتحصل لان طبعا المرض ده قلنا فيه نظريات فبعض المشاكل زي سكندري اماليو دوزز زي سبوندريتس الكلام ده وده بيحصل فيه الحال تيه عندي موضوع مهم بعد كده اللي هو اي بولب بيطلع في القولون اي الاحتمالات اللي عندي حيات اللي عندي ممكن يبقى او ممكن يبقى يعني طب لو عندي بولب نان نيوبلاستيك اي احتمالاته ممكن يبقى بهايبر بلاستيك بولب شوية بتحصل خاصة في العواجيز اللي عندهم بتهيج القولون بسبب فبتلاقي عندنا هايبر بليزيا فين في الميوكوز طيب في عندنا الاتش التانية وكلمة يعني بيبقى وده بيبقى في الاطفال اكتر ده زي حاجة اسمها طيب ده بالنسبة وفيه ممكن انفلاماتري بولب التهابات زي بالهارزيز زي السودو بولب في السودو كليتس نيجي نخش في المهم بقى اللي هي التيومرز عندنا بتبقى كلها اللي هي بتبقى ادينومة طب ايه انواع الادينومة اربع انواع النوعين الاساسين عندي يعني فيه يعني زي يعني بيقلد الكولون وطلعهم بيقلد الكولون هي اصلا ما تيجي في الكولون يبقى ده مور كومن يبقى الاسهل ان يطلع عندي وبلاي عددهم يعطيهم كتير نيومرس فحجمهم صغير اه سهل انهم يطلعوا لانهم شبه الاصل شبه قولون النوع انت اسمه يعني بيعمل وده شبه بيطلع في الكولون بيقلد وبالتالي هو ابعد في الاحتمال عشان كده نسبته اقل حجمه كبير ولكن عدده اقل بس غالبا واحد ونسبة حدوثه اقل طيب هما الاتنين بيبقى فيهم لان اي ادينومة بفرقها عن اي بولب بالديسبليزي عشان كده من ادينومة بتاعت الاي بتاع الجيء اي بتقلب فهم الاتنين ولكن مين مور اللي هو اه بعيد عن الاصل بتاعه في نوع النوع التالت اسمه عندي مرة خطير جدا نسق الرابع بقى اللي هو وقلنا يعني يعني في اه كم واحدة يبقى دي الاتش التانية العيان عنده مئات كويس دي كلمة بوليبوز بقى كتير هما تمام ايه مشكلته انه دايما بيقلب بايه بكارسينومة يبقى عند سن ناربين بقى نسبة حدوثه سرطان مية في المية يبقى هو مرض التالتة اتش العيان عنده اه خليط والمرض الموضوع اللي بعد المهم عندنا اللي هو سرطان القولون اكتر سرطان بي في جي اي تي اكتر طيب استنبت كارسينوة بقى كارسينوة بزا كولوم اكتر عند ميل والفيميل لا هي الميل اكتر زي موضم الكارسينومات خاصة جي اي تي اه السن كام اكتر من اربعين سنة قاعدة اف ليها علاقة بالاكل اما الناس بتاكل زيادة زيادة فات زيادة او ايه القولية اللي عندهم وعلى فكرة العلاقة اه اللي انا بقول لك لما الفات يزيد او يبقى حركة القولون تبقى بطيئة وبالتالي اللي عنده عنده غالبا الباول هابتس بتاعته اقل من الطبيعي اه فالبكتيريا تبدأ تشتغل على المكونات الاكل اللي موجودة في الكولون وتبدأ تعمل مواد مصار تانا طيب ده بنسبة طيب ايه اللي بنشوف القولون بنقلق جميع انواع الادينوما اللي احنا قلناهم بقى نعدوهم ايه تاني لأنه طبعا لان كلهم فيهم ايه تاني غير الادينوما الادايوباسيك انفليماتري بالدزيز اللي هما والكرونز الزيز طيب الكرسومات بتاعة الكولون اكتر فيليمين وفي الشمال لاي الشمال اكتر طب مين احسن الشمال والليمين لاي الشمال احسن ليه الشمال احسن لانه اقرب للريكتم وبالتالي الاعراض ولكن اللي بيحصل في الريد كولون غالبا في السيكم بيقى في منطقة واسعة مفيش اعراض واضحة فبيكتشف بعد ما يعمل اشكالة التقليدية بتاعتنا اللي هي والماليجننت والانفلتريتف. ولكن لأ انه اكتر الشكل بيجي ناحية اليمين في السيكم انه مكان واسع فقدر ياخد الشكل الكبير ولكن فيه لو حاول انه هو يعمل او الكلام ده بيصير مع طول فيقلب بماليجننت او يدينا الشكل اللي هو الانفلتريتف الايه الانولر. تحت المايكروسكوب طالما بنتكلم فيه كارسينوم في الكولون لاينج ايه كولامنر. يبقى نوع السرطان ادينو كارسينوم. طيب ادينو كارسينومة لو بتفرز ميوسين تبقى ميوكويد ادينو كارسينوم. يبقى النوع الاولاني ادينو كارسينومة يعني السرطان بيعمل جميل جلانز. طب جلانز جنبها يبقى ميوسين جوه الخلايا مطلقتش بره يبقى سجنة طب هل ممكن يعمل ليه لان في حالات اللي بيقلب بيحصل له احنا قلناه وممكن يقلب بسكوماس الكارتسينوم طب اللي ممكن يعمل اتنين او ممكن او ممكن يعمل شكل وحش او او اشكال اخرى متع السرطان يقولون زي كل السرطانات بيعمل اللي هو مشاكل الالثر بقى ساكن بيبص على الاشكال لو الالثر يحصل لها ساكن احصل لها بليدنج يتعمل لو ماس كبيرة او او ممكن يعمل في نقطة عندنا مهمة اللي هي الستيجنج وفي كانسر كولون اتعمل عن طريق موديفايد ديوكس موديفايد ديوكس ستيجنج الستيجنج هنا بالحروف مش بالارقام يقول لك لو انا العيان عنده طبعا ستيجنج بتكلم على سلوك الورم لو قلت العيان عنده ستيج ايه ستيج ايه معنا ان السرطان في الصب ميكوزة بس منزلش المسكولوزة طب لو قلت ستيج بيوان نزل يبقى كوتل السرطان نزلت من الصب ميكوزة وعملت اختراق الجزء للمسكولوزة طب لو قلت بيتو يبقى اختراق كامل للمسكولوزة يبقى تمليت في wisdom طب لو قلت زي البي وان والبي وان كان ايه? كان للموسل. بس يفرق ايه على البي وان? ومعاه لمفنود متاسس. طب الزي البي طب كان ايه? كان طب يهي الزي ايه? طب يهي فرق ايه على البي تو? ومعاه لمفنود متاسس. لو قلنا دي دي هيبقى ديستانت متاسس. في تجميع كده طبعا البليدنج في كل الشبات المهم لو تلك ايماتوريا الكلام ده. لازم بعارفين الاسباب. وباضافة لتجميعات الالثار ربقى عارفة اللي ممكن تجيلي السؤال تجميع كده زغير. في عندي موضوع اسمه طبعا الطايفويد فيفر ده دي بتيجي بسبب بكتيريا اسمها سلمونيلا وبتيجي عن طريق الاكل. آآ السلمونيلا ما بتعمل انفكشن ما بتعمل انفكشن فين في توصل للليم في نوت تكبرها البكتيريا توصلها للدم بتعمل بكتيريميا اللي هو اللي هو بس البكتيريا ترجع تاني للدم في صورة شارسة لو عام ما نعطوه ضعيفة او ما عندوش ترجع على شكل ايه سيبتسيميا. آآ طبعا في الانتستين بيقولك ان دايما مرض الاربع اسابيع. اول اسبوع اسبوع للاقي الميكوزة عالية. الاسبوع التاني اسبوع للاقي بيقع. الاسبوع التالت اسبوع الاول بيموت. بعد كده يقع في الاسبوع التالت يعمل الالسر. وبعد اسبوع الرابع يحصل بتهيلة غالبا بريجي ناريشن نادرة ما تعمل تلايف. طيب السؤال المهم دايما بيجي في التايفويد اقولك كومبليكيشن في تايفويد. كومبليكيشن في تايفويد هتحرك مع البكتيريا نشوف هي مكات فين او الليجن موجود فين وكل مكان مشاكله ايه. اولا وهي في الانتستين بقى في عندي انتستين الكومبليكيشن. لو انا عندي مشكلة في انتستين مشكلة الاساسية هي الالسر. طب الالسر يحصل لها ايه? تمامي يقول ان القرحة اللي حصل بسبب التايفويد يحصل لها او تعمل نادرة ما تعمل تلايف. احنا قلنا بتهيل بريجي ريشن. مش هتخرم لانها غالبا سطحية. البكتيريا السابة اللي تستراحت فين يبقى كبرة الليمفنود. طب راحت من الليمفنود على مين? عالدام? يبقى بكتريميا. طيب لما اتحركت في الدم حصل ايه في الليفر? يبقى وممكن تعيش جوه المرارة. بتعمل تعمل تعمل جول بلادرستون. يتديني يبقى حامل للمرض. طيب ايه تاني غير الليفر? الاسبلين بحصل له ايه? سبلين وميجالين. انا ما اتكلم بقى عرتيكو تلاسست? هتضخم. البون مارو يحصل له ولكن وجود الماكروفاش جواه هيحصل بون مارو ديبريشن. بروفريشن ولو الارتيكو تلاسستن مقدرش ان هو يسيطر على البكتيريا. تخرج تعمل سيفتيسيميا وتعمل تكسيميا. ده بالنسبة ليه الكومبليكيشن. في عندي موضوع اسمه ديزنتري. كلمة ديزنتري يعني عام بيجيب ميوكاس وبلود وضايرية. عندي نوعين من الدزنتري مطلوبين منكم في الترم التاني اللي هو باسالري ديزنتري واميبك ديزنتري. ايه الفرق ما بينه? باسالري ديزنتري التدي الاتيولوجي يبقى باساللي 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 ايه نوع البكتيرية اسمها ايه الشجل تيجى عن طريق اكل. اميبك دزنتري اميبك ديفارة و leaf type. السايت الاتنين بيجوا في الكولوم. الاتنين بيجوا في الكلوم. ولكن الاميبككي في الاماكن اللي فيها حركة بطيئة. يزيسيكوم وزيه الركتوم. في الركن البعيد الهادي دايما. اقصى لمين اقصى الشمال. ده مين ده الاميبك بطيئة. تحب الاماكن الهادي عشان تلحق تخترق الجدار. المورفولوجي كنا اخدنا في ترم الاولاني موضوع اسمه سودومبرينيس انفلاميشن هيعمل سودومبرينيس انفلاميشن منبرين كازب كده. منبرين ده يتقشر محركة القولون ويعمل طب العميبة بتعمل ايه? لا اميبة بتوخرهم. اميبة كائن بيتغزة على الانسجة اسمها الانسجة. تقوم عاملها لقرح. القرح بشكلها شكل الدورة. وبالتالي بتاعتها اندر مايند والفلور في نكروزيس كانت سجامية. لما بصت على اطراف القرحة هلاقي فيها البرازايت الاميبة. وحواليه منطقة محروقة لانه بيفرز بتوتك انزايم. وحواليه خلاق انفلاماتيو قاعدة بتتفرج مش قادرة قوم برازايت لاننا صغيرة. واشهرها الازينوفل. المضاعفات بتاعت الاميبة كولبسية ديزنتري مضاعفات القرح. احنا عارفينه. طب في انتشار اه لتنين طب الانتشار. انتشار البسية ديزنتري تعمل ايه? او مش انتشار بكتيريا? لا مش البكتيريا. البكتيريا بتفز تقعد في المكان واللي بانتشر التوكسن فيحصل توكسيميا. ولكن الاميبة نفسها ممكن تخرم اوعد دموية وتعمل اميبك ليفر ابسس. الاسئل العيان طبعا مع الالتهابات الشديدة بيعمل بيحزق والتالي ممكن يحصل او ممكن يحصل طيب في عندنا موضوع اسم الابندسايتس مهمة طبعا الابندسايتس لتهاب الزايدة الدودية. والزايد الدودية لا تلتهي بقلا في وجود بيوجينيك بكتيريا ووجود بتمر بطلعت مراحل في الاوت او ملتهبة لونها احمر وفيها ميوسين اسمها كاتارل. بعد كده لان البكتيريا بتقلب بصديد باسموها سابيوراتيف. بعد كده لان في بكتيريا سابروفيتك عايشة في الكولون تبدأ تعفل انسجة الميتة ويحصل جانجرين. ايه مضاعفات الابندسايتس. مضاعفات الابندسايتس راقا واحدة بتعمل اكيوت ابدومنا البين في الرادي الكفوس. وبيسمى حولي الامبلاكس. ماشي. طيب اول مرحلة اللي هي كاتارل اللي هو بتفرز ميوسين. طب لو هي مسدودة ومليانة ميوسين باسمها ميوكوسيل. ده اتنين. طب الميوكوسيل مليانة موفوخها ميوسين ممكن حصلها ايه مكن ترابشر. طب ولو فرقاعة تعمل سودوميكزوما بروتناي. يعني يبدأ الميوسين دوت اه يتجمع فيه البريتونيام. وخلات الزراف بريتونيام تفرز ميوسين. طب ده لو فيها ميوسين. طب لو قلبت صديد. وتسدد تبقى بايوسيل. او يسمى طب بايوسيل ممكن ترابشر. طب ولو رابشرت يبقى البص هيطلع بريتونيام. يعمل سيبتيك بريتونياتس. طب نتكلم بقى عن الانتشار طب فيه بس في بريتونيام. طب ايه انوع الانتشار طب البلاد يعمل ايه? باكتريميا وتوكسيميا وسيبتيسيميا وبورتالبييميا. يعني ممكن الجلاطات من الواسطة تروح للليفر. ان انا بتكلم على فتعمل طيب. ايه يقول لك ازاي ده ديت لو حصل تهابات صديدية وبدأ البريتونيام يحوط الزايدة بتلايف. وزايدة فيها صديد. ده بيعمل كتلة مكالكعة في الراية يكفزها يسموها الكتلة المكالكعة ديت عبارة عن ايه? عبارة عن ايه ابانديكس مع بريتونية مع شوية حاجات كده ملزقة في بعض عاملة كتلة مكالكعة. طيب لو الابانديكولر ماس دي الابانديكس اللي جوه فارقعت مطلعة الصديد اللي فيها بقى فيه صديد جوه الكتلة ديت بس متحوط بتلايف. فيسموه ابانديكولر ابسس. خروك ده اللي ممكن الجراح يفتح عليه وينظفه. اخر مرحلة الابانديكس اللي هي جنجري. والجنجري مشكلة انها بتعمل كده يبقى احنا هتكلمنا عوضية مهمة في الوضع في الأراضي وي ترجمة عدس. نعم بالترجمة نانسي قنقر. اشتركوا في القناة